سبعة أشهر مضت منذ أن أجريت الانتخابات البرلمانية في العراق والتي أطلق عليها حينها بالمبكرة أجرت خلالها حكومة الكاظمي عشرات الصفقات وأبرمت عقوداً واتخذت قرارات وصفت بحسب بعضهم بالسيادية قبل أن تفطن على ما يبدو المحكمة الاتحادية اليوم فقط بأن حكومة الكاظمي هي مجرد حكومة تصريف أعمال دون صلاحيات لسن مشاريع قوانين أو طلب قروض أو إصدار تعينات بمناصب عولياء عقب رفض المحكمة تمرير قانون الأمن الغذائي الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته مجاميع الميليشيات الولائية رحبت بقرار المحكمة الاتحادية متهماً حكومة الكاظمي بارتكاب خروقات قانونية فيما لوح بأنه لا يخشى إعادة إجراء الانتخابات بزعم أن الفوز سيكون حليفة في الطرف الآخر أعلن مختدى الصدر صاحب المزاج الزئبقي بحسب وصف موقع المونيتر الأمريكي دخوله تجربة العمل في المعارضة لمدة شهر فاسحاً المجال لمن سماهم بالحلفاء وكتل أخرى لتشكيل الحكومة فيما لا يزال الطرفان يلعبان على خيار استقطاب ما يعرب بالمستقلين لضمان تشكيل الكتلة الأكبر عدداً وهو خيار اعتبره النائب مثن أمين بالمناورة والذي يعبر عن يأس الأحزاب من الوصول إلى تفاهمات وتوافقات عشر مبادرات تبنها شركاء العملية السياسية المتخاصمون على توزيع المغانم وما زالت الأزمة السياسية عند نقطة الصفر عناد تسعى فيه الأطراف لفرض سمرارية العمل على نظام المحاصصة الطائفية بعد إصابة البلد بشلل ولسيما مع تعطيل إقرار الموازنة المالية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب حرب أوكرانيا فيما يبقى خيار انطلاق ثورة شعبية مرتقبة ضد العملية السياسية هو الأرجح بحسب صحيفة لورينت الفرنسية ترجمة نانسي قنقر